المقصود بدلالة الأسماء الحسنى وتفصيل ذلك إن أمكن سأقول كلمة موجزة دون الدخول في تفصيل لأن هناك تفصيلا كلاميا لا أحب الإخوة أن يتعلقوا به إن العلاقة فيه هناك دلالة مطابقة ودلالة اجتمال إلى غير ذلك من أنواع الدلالات الموجودة في كتب البلاغة يطبقونها أيضا على باب الإسماء والصفات ولكن أنا أقول كلمة موجزة أن الإسم له دلالة ودلالة الإسم على مسمى دلالة قصدية يعني ليست أسماء ربنا عز وجل كأسماء الخلق إذ إن أسماء المخلوقين للدلالة على المسميات ليست قصدية يعني الإسم لا يدل على المعنى يمكن أن تجد رجلا محترام من الأسماء جميعا اسمه كريم وهو أشد بخلا من البخل بس اسمه إيه؟ كريم ممكن واحد هناك في العنية المركزة في المستشفى اسمه جريم والراجل ده كان نزع السلم اتعطر في قطة فجات له سكتة قلبية أو هبوط حد فنقل له المستشفى واسمه إيه؟ واسمه جريم ولا جريم ولا أي حاجة ممكن تجد إنسان متخلف جدا ما بيفهمش لدرجة أنه هم حجزله سرير في مستشفى المجانين واسمه إيه؟ اسمه زكي مثلا ناس الله تعالى العافية إذن الأسماء لا تدل على ماذا؟ على معاني مسمياتها أما أسماء الله تعالى فيتدل على المسمة فعندما نقول الملك إذن هو بالحقيقة ملك عندما نقول الغني هو بالفعل غني لما نقول ملك إذن هو الذي يملك ملكا حقيقيا فلا يفنى عن ملكه ولا يفنى عنه ملكه ده الملك إذن ملوك الأرض دول دول ملوك ولا أي حاجة لنممكن الملك ده ابنه يزيح يبقى أبوه راح مثلا زيارة في أي دولة وأبوه هناك في الزيارة دي إذا حصل في بعض البلاد ابنه يقوم كرشه ويبقى هو الملك أو الأمير أو السلطان عاد جدا ده في الأرض أو يجي ظبط عنده في الجيش ولا حاجة يزيح ويبقى هو الملك أمر عادي برد ما فيه هناك أمباشي بثلاث شرائط في دولة إفريقية صار هو رئيس الدولة عادي إذن هو إما أن يزاح عن الملك أو يموت فينزح عنه الملك لكن من ذا الذي يتصف بالملك أبدا هو من؟ سبحان الله الغني الغني هو الذي ليس في حاجة لغيره ده الغني لا في حاجة لزوجة ولا الولد ولا الأخ ولا الجار ولا رفيق ولا صاحب ولا عشيرة ولا قوة ولا مستشار ولا أي شيء طب أي واحد غني على وجه الأرض في حاجة لغيره ولا هو مفتقر لغيره أي غني مفتقر للزوجة يتزوجها مفتقر الأولاد علشان الخير اللي فيه ده هوت يبقى للعيال هو الخير ده بعد كده يبقى المين يعني؟ للعيال مفتقر الأولاد ومفتقر ليه السكرترية بتاعته المكتب بتاعه مدير المكتب والمسؤول عن الاتصال والمسؤول عن الأرشيف والمسؤول عن تنظيم المواعيد والمسؤول عن كذا وكذا وكذا ومسؤول للسواء اللي يسؤل العربي ومسؤول عن الحارس البوديجارد اللي هو إيه؟ ومسؤول للي يفتح له الباب لزوم الإتيكيت والبرستيج وما إلى ذلك طبعا لا يمكن هو يفتح الباب والكلام ده إذن هو في حاجة إلى غيره إذن هلو غني؟ إذا مرض وفي حاجة إلى الطبيب وإذا راد أن يلبس بدل في حاجة إلى الخياط وإذا طال شعره في حاجة إلى من؟ إلى حلاق سبحان الملك والأصور بتاعته لو المجال ضربت فيها في حاجة إلى عمال الصرف الصح سبحان الله إذن هو غني ولكن ثقير إلى غيره من ذا الذي يتصف بالغنى مطلقا فالكل إليه ثقير وهو غني عن الكل يا أيها الناس يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد جزاك الله خيرا أخي بعث لي وراء أحبك في الله أحبك الذي أحببتني من أجله دورك . . . . . . .